اشتركوا في القناة ويؤكد الباحثون من خلال الدراسة أن ما يتم إنتاجه اليوم من الطاقة يعادل نصف ما كان ينتج قبل ملياري عام ووجدوا أن هذا التضاؤل يحدث عند الأطوال الموجية كافة بدءاً للأطوال الموجية فوق البنفسجية وانتهاء بالأطوال البعيدة تحت الأحمر مما يعني أن الكون يحتضر ببطء استعانت الدراسة بمجموعة من أقوى مراسد المقاريب التلاسكوبات في العالم بما فيها المقاريب المسحية VIST وVST التابعين للمرصد الفضائي الأوروبي والواقعين في مرصد بارانال في تشيلي وتهم هذه الأرصاد اثنان المرصد المتوضعة في مدار في الفضاء وتشغيلهما وكالة الفضاء والطيران الوطنية ناسا وهما مرصد غالكس ومرصد وايز وغيرها من المرصد التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية واعتبروا هذا البحث جزءاً من مشروع تجمع المجرة والكتلة جالكسي أند ماس أسامبلي والمعروف اختصاراً باسم جاما وهو أكبر مسح متعدد الأطوال الموجية يقول سايمون درايفر قائد فريق جاما أنهم استعملوا أكبر قدر من المرصد التي استطاع الوصول إليها الأرضية والفضائية منها على حد سواء لقياس ناتج الطاقة لأكثر من مائتي ألف مجرة خلال أوسع طيفة ممكن للأطوال الموجية تتضمن بيانات البسح التي أصدرها الباحثون اليوم ونشرها حول العالم قياسات ناتج الطاقة لكل مجرة وفق واحد وعشرين طولاً موجياً تغطي طيفاً يمتدنا الأشعة فوق بنفسجية للأشعة تحت الحمراء البعيدة وستساعد هذه البيانات العلماء على تكوين فهم أعمق حول الكيفية التي تتشكل وتتطور وفقها لأنواع المختلفة للمجرات فقد نشأت الطاقة الموجودة في الكون برمتها من الانفجار الكبير وانحصر جزء منها مشكلة المادة وتشع النجوم بالتحويلها الكتلة مرة أخرى إلى طاقة كما تنص علاقة أينشتان الشهيرة الطاقة تساوي جداء الكتلة بمربع سرعة الضوء وضع فريق جاما خريطة ونموذجان وضحان جميع أشكال الطاقة المتولدة في جزء كبير من الفضاء عبر فترة زمنية ممتدة تغطي اليوم الراهن وفترات مختلفة من الماضي في حين أن معظم الطاقة المشعة عبر أرجاء الكون نشأت للإفجار الكبير إلى أن النجوم تولد كميات إضافية من الطاقة بشكل دائم لدى دمجها العناصر مثل الهيدروجين إلى أن النجوم تولد كميات إضافية من الطاقة بشكل دائم لدى دمجها العناصر مثل الهيدروجين والهيليوم مع بعضها البعض ينتص الغبار هذه الطاقة أثناء عبورها المجرة المضيفة ويمكن أن تفلد هذه الطاقة لتصل للفضاء بين المجرات وتنتقل إلى أن تصدم شيئا ما سواء أن كان نجما آخر أم كوكبا أو حتى مرآة تليسكوب في بعض الأحيان منذ تسعينات القرن العشرين عرف العلماء أن كوننا يخفض غير أن هذه الدراسة تظهر أن هذا الذبو لا يحدث عند الأطوال الموجودة المختلفة ما يجعلها أي دراسة التقييم الأشمل لناتج الطاقة في الجوار الكونية سيد محل الكون الآن فصاعدا تدريجيا متقدما ببطأ نحو نهاية حياته وقد اتخذ الكون مقعده على الأريكا متدثرا بغطاء وعلى مشكة تأخذه سنة أبادية من النوم بحسب ما يشبه سايمون رايفر الأمر غير أن الباحثين يأملون بتوسيع عملهم ليرسموا بالتفصيل مخطط إنتاج الطاقة على مدى عمر الكون مستعنين بحجدا من الأدوات والمنشآت الجديدة لما فيها المقرب الرادوي الأكبر في العالم صفيف الكلماتر المربع سكوير كلماتر أري المزمع بنائه في أستراليا وجنوب أفريقيا خلال العقد القادم موسيقى موسيقى موسيقى